السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو سريع كده كنت انا بعمل باور سبلاي فمحتاج مقاومة متعددة اللفات يعني عشر لفات او عشرين لفة لان احنا عارفين ان المقاومة متغيرة هي يعني اقل من نص لفة بتكون جابت قيمة المقاومة كلها يعني تلاتين درجة ولا حاجة فانا كنت محتاج حاجة يعني تلف عشرين لفة عشان تديني دقة في الفولت اللي انا محتاجه فطبعا كلنا عارفين الستيب داون دي او الدايرة البي كان فيها مشكلة انه كان الاي سي دا كان طاير ففيها مقاومتين اللي هي دي وواحدة كمان تانية باختصار خدت المقاومة خلعت مقاومة منهم ووصلتها على مقاومة متغيرة وشلت الاجزاء اللي مش ضرورية بالنسبالي وعدلتها بالمنظر دا والحمل الله يعني اعتقد النتيجة يعني مرضية لحمت فيها السلكتين بتوعي وهنجربها مع بعض اهو وده على وضع الميتين كيلو وده المقاومة دي اقصى قيمة لها اللي هي عشر كيلو عشر كيلو نبتدي منزل بقى هو دا اللي كنت عايزه اننا اللفات تبقى يعني دقيقة يعني اقدر اوصل لقيمة اللي انا عايزها بدقة متنهية طبعا المقاومة العادية المتغيرة عمرها ما تديني النتيجة دي اهو لو انزل لحد الاخر حاجة ممكن انزل لها بس دي كانت تجربة بسيطة حبيت ان انهالكم ويرب تفيد احد الزملاء شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة